رحمة الله بركاته. استنوني علشان مش جاي. اه يا رب تكونوا بخير ونفضل دايما على طول مع بعض. استنوني عشان مش جاي دائف فيه كده. لزيز يعني بقول لكم انتظروني. بس انا مش هاجي. حرمت اقول اي قبل اي بطولة او اي مطشاط انتظرونا. تحليل مطشاط مهمة. مش عارفي انا عملتها قبل بطولة البحر متوسط من كزا يوم. كنت فرحان جدا. كنت بقول تمن منتخبات كبار. فرنسا واسبانيا وايطاليا. برتغال. بعد كده فيه تركيا واليونان. بعد كده بقى الجزار والمغرب اللي هما يهمونا. قلتلكوا انتظرونا بقى تحليل جميع المطشاط وجميع المباراة. ولكن للأسف بيتلعب اربع مطشاط في اليوم. الاربع مطشاط دولة اه فيهم مطشين بيبقى للمغرب وللجزاير. وفي نفس التوقيت في نفس التوقيت بيتلعب المطشاط التانية. فطبعا احنا اللي يهمنا المغرب او الجزاير بنشوفهم والمطشاط التانية للاسف للاسف بقى ما نشوفهاش. المفروض ان اي بطولة في العالم بيبقى بيتعمل كل المطشاط الناس تشوفها يعني. اه قلنا بقى هنشوف مجموعة نار مغرب جزاير اسبانيا فرنسا. بصراحة ما قدرناش نتفرج الا على مطشاط الجزاير والمغرب بس. اه ما عارفش يعني انا ما عارفش السبب بس انا بعتذر لكم لان انا قبل البطولة طلعت وقلتلكم انتظرونا بطولة جمدة كل المطشاط حللها لكم. اه انا طبعا يعني بصراحة ما قدرتش اتفرج على المطشاط. اه كان نفسي نشوف الشباب كل الشباب نشوفهم ونقف على مستوى ايطاليا ونشوف البرتغال. كان نفسي نشوف اه المطشاط التانية يعني اه وكان نفسي نشوف شبابنا في في اختبار. ده اختبار ما حدودين تحت اختبار اه اختبار مهم. اه كان نفسي ناخد بالنا ونشوف المنتخبات يعني دلوقتي اه اه في كل مجموعة اتلعب مطشيت. ا 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 ان شاء الله باذن الله ان الجزائر والمغرب يوصلوا يوصلوا باذن الله باذن الله يوصلوا للدور قبل النهائي وانبرك لهم ان شاء الله ده المهم عندي والبطولة اللي بقى عدتها وخلاص وانتظرونا في القادم ان شاء الله شكرا